قال وزير الإعلام والثقافة وسيحة معمر الإرياني أن الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوث الإرهابية تابع الإيران على السفينة كونفيدانس وأدى إلى مقتل ثلاثة من بحارتها بعد ساعات من غرق السفينة الروبيمار تصعيد غير مسبوق في وطيرة الهجمات الإرهابية التي تشنها منذ نوفمبر الماضي وتستادف خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية وأضاف الإرياني أن الهجوم على السفينة المملوكة لليبيريا ترفع علم باربادوس وعلى متنها طاقم متعدد الجنسيات بينهم 15 فلبيني وأربعة فيتناميين وسيرلينكيين اثنين وهندي ونيبالي أثناء عبورها في خليج عدن وأدى لمقتل ثلاثة منهم وإصابة أربعة آخرين وإصابتها بأضرار جسيمة يكشف طبيعة ميليشيات الحوثي كتنظيم إرهابي لا يكترث بالقوانين والمواثيق الدولية ويتحرك كأداة طيعة لتنفيذ الأجندة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بمعزلين عن الاعتبارات والمصلحة الوطنية والأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن وأشار الإيراني إلى أن هذا التصعيد الخطير يؤكد فشل المجتمع الدولي في التعاطي مع التهديدات الخطيرة للملاحة البحرية والحاجة إلى إعادة النظر في سبل مواجهة النشاط الإيراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم وردع الذرعها الطائفية وفي المقدمة الميليشيات الحوثية وطالب الإيراني المجتمع الدولي بالاستجابة المنسقة للتصدي الأشيطة الميليشيات الحوثية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي عبر الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية والتحرك في مسار موازن لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسية والحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية